السلام عليكم تابعي دراما سبورت حقق منتخبنا الاول الفوز على منتخبنا الاولمبي بنتيجة 3 واحد ما بعرف افرح ولا ازعل لان بصراحة المنتخبين منتخباتنا فاكيد يعني ما فينا نقول مبروك لهذا المنتخب وهاردك لهذا المنتخب مباراة ودية مباراة حبية بتجمع منتخبين باسم سوريا طبعا فوز منتخبنا جا بنتيجة 3 واحد سجل للمنتخب الاول جهاد البعور بالدقيقة 12 زيد غرير بالدقيقة 29 بعد قلص المنتخب الاولمبي الفارق بالدقيقة 54 عن طريق اللاعب عبد الجواد بيطار عاد منتخبنا لفارق الهدفين وحتى تصير النتيجة 3 واحد وسجل مؤيد الخولي بالدقيقة 80 الهدف الثالث للمنتخب وهيك حقق الفوز المنتخب بمباراة ما حكينا ودية تجريبية يعني شاف فيها الكابتن نيزار محروس معظم اللاعبين سواء بمباراة الامس اللي تعادل فيها منتخبنا كمان مع المنتخب الاولمبي بنتيجة 1 واحد وبمباراة اليوم فبالتالي انا باعتقادي الشخصية انه تم تجريب كل اللاعبين اللي ما لعبوا بالتشكيلة الاساسية ببداية المباراة فاكيد لعبوا بالشوط التاني بهذا الفيديو رح نلخص بعض الافكار من الصور الموجودة كون المباراة بالفعل كانت كمان سرية وماتة معرضة فبالتالي ما فينا نحكي عن اي شي سوى عن التشكيلة اللي لعبة المباراة عن افكار الكابتن نيزار محروس وعن اللاعبين المتواجدين او اللي تواجدوا بالملعب يلا على التفاصيل حاليا يا غالي انت عم بتتابع قناة دراما سبورت اذا ما عم تجيك الاشعارات من القناة فصار لازم تعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس اللايك مو مهم ابدا بس اذا حطيتو اكيد ما رح نزال من خلال هاي الصورة انت بتعرف بداية المباراة مين لعب مين ما لعب فالامور بظن واضحة لكن اذا فكرنا من ناحية المراكز اللي بيلعبوا فيها هاللعيبة فانا شايف انه الخطة هي اقرب لطريقة الـ 3-5-2 واذا لاحظتم بارحة كمان لعب المنتخب بطريقة الـ 4-3-3 او حتى ممكن كانت 4-2-3-1 الرسم التكتيكي اذا ما تابعت المباراة فانت ما بتعرف كيف حط المدرب اللاعبين لكن بشكل عام نحنا عم نحكي بشكل عام المراكز اللي بيتواجدوا فيها هاللعيبة فرح نحكي بانه هي 3-5-2 وكمان هذا الشي بيدل بانه الكابتن نيزار محروس حابب يغير بعض الطرق بيلعب بطريقة معينة بيشتغل على موضوع الدفاع بالحالة الدفاعية كيف ممكن تصير بيعمل اختبار لمعظم اللاعبين كيف ممكن ينجح اللاعب بهذا المركز وكيف ممكن يقدم اللاعب بهذا المركز وهون عم بنشوف بحراسة المرمى طاها موسى طبعا طاها موسى يعني فيك تقول باخر كمان فترة مع ابراهيم عالمي عم بيشاركوه بشكل دوري اذا ما كان ابراهيم عالمي جاهز فبتشوف طاها موسى بحراسة المرمى لها سبب انا شايف انه بحراسة المرمى ما في اي تغييرات ما في اي شي جديد فالامور نوعا ما منطقية بديهية بخط حراسة المرمى منروح لخط الدفاع منلاقي ثلاثي دفاعي اول مرة منشوفهم يعني جهاد البعور طبعا خبرة مع المنتخب ولعب بمباراة الملحق قدام استراليا لكن اول مرة منشوف هالمجموعة مع بعض واول مرة منشوف جهاد البعور بعد سنتين او بعد عام ونصف من الغياب لكن اللي مع جهاد البعور عم بنشوف محمد صهيوني وسعد احمد يعني لاعب جداد مع المنتخب التجربة اولى هذا الشي اكيد رح يضيف لهاللاعبين خصوصا سعد احمد من اكتر اللاعب اللي انا شفتهم يعني الموسم الماضي كانوا مميزين جدا مع الوسمة يعني كان مؤثر جدا مع الوسمة وحكيت هذا الكلام محمد صهيوني مع الكرامة كمان كان مميز خط دفاع الكرامة بشكل عام الموسم الماضي كان جيد كان فريق منظم دفاعيا فانت هون عم بتشوف جهاد البعور سعد احمد ومحمد صهيوني بخط الدفاع مع هذا السلاسة عم بنشوف مؤيد الخولي بجناح اليمين او ظهير اليمين لان طريقة الثلاثة خمسة اثنين ما فيك تقول عن مؤيد الخولي او عمر جنيات اللي بيلعب به الجهة اليسرى ان الازهرة بقدر ما عندهم واجبات هجومية وهذا الشي اللي رح نحكيه بالتفصيل خلال هذا الفيديو كيف مؤيد الخولي ممكن يتحرك بكل سلاسة وكمان نفس الشي عمر جنيات تكون في عندك بخط الدفاع ثلاث لعيبة بيشغلوا هذا المركز اما بخط الوسط فمنشوف عودة اللاعب المخضرم او اللاعب الخبير تامر الحاج محمد لاشغال مركز خط وسط الارتكاز كمان محمد عنز شفتم بارحة بالتشكيل الاساسية حاليا عم شوفه بالتشكيل الاساسية ممكن لان بالشوط بعد نهاية الشوط الاول من مباراة الامس تم تبديل محمد عنز فلذلك اللاعب مرتاح ممكن يلعب شوط اخر ببداية المباراة وكمان يتم تبديله بالشوط التاني يعني المدرب حابب يشوف اغلب اللاعبة وكيف عم بيلعبه وطريقة اللعب هاللاعبين ومع محمد عنز عم بنشوف مؤمن ناجي هلا مؤمن ناجي شفنا مع نبيل معلول بمباراة ومبارتين عم بيلعب كظهير يسار وحكينا بين هادمان ومركز مؤمن ناجي ممكن يلعب فيه لكن ما رح يؤدي فيه ولا بشكل من الأشكال لكن مع تواجد عمر جنيات ومع تواجد مؤيد الخولي فأكيد عم بيلعب مؤمن ناجي سواء كجناح يسار أو بخط الوسط أو قريب جدا من الخطوط الأمامية وليس الخطوط الدفاعية بشكل أو بآخر فبالتالي مؤمن ناجي أنا شايف أنه هو مع تامر الحاج محمد ومحمد عنز كانوا عم بيلعبوا بخط الوسط وهيك بنشوف فيه خماسي مؤيد الخولي عمر جنيات تامر الحاج محمد مؤمن ناجي ومحمد عنز عم بيلعبوا بخط الوسط وعم بنشوف فيه ثلاث مدافعين سعد أحمد جهاد البعور ومحمد صهيوني بخط المقدمة واضح جدا بأن زيد غرير هو اللاعب اللي عم بيلعب على صناعة اللاعب وعلى التواجد مع ياسين سامية كمان ياسين سامية أول اختبار لهذا اللاعب مع المنتخب أول تواجد لهذا اللاعب مع المنتخب لاعب كمان حكيت عنه بأن اللاعب مميز صاحب قدرات بدنية ولاعب ممكن يعطي مع المنتخب ليش لا لازم ياخد الفرصة ومن خلال هاي التشكيلة بنشوف بين فكرة الكابتن نيزار محروس بين التغيير بالتكتيك يعني أنا اليوم بلعب بأربعة أربعة أتنين أو أربعة ثلاثة ثلاثة ممكن المباراة الجاية ألعب بثلاثة خمسة ثلاثة أنا حاليا بفترة انتقاء بفترة اختبار عم شوف مستوى اللاعبين ممكن ألعب بالحالة الدفاعية قدام المنتخب الإيراني وممكن يلعب بهاي الطريقة قدام المنتخب الإيراني ما حدا بيعرف علما هاي مانا الطريقة الأساسية اللي بيلعب فيها الكابتن نيزار محروس واللي بنا نحكي عنه بالفيديوهات القادمة كمان يا شباب إذا لاحظتوا من خلال مسجلي الأهداف فأنت رح تاخد الفكرة نوعا ما عن المنتخب لما بتشوف مؤيد الخولي مسجل هدف مع المنتخب فهذا الشي ما بيعني بأن اللعيب المدافعين مسجلين هذا الشي يعني بأن بالفعل عم بيلعب بطريقة الثلاثة خمسة اثنين وأعطى الحرية الكاملة والمطلقة للأظهرة ليتحولوا للأجنحة وكمان ليتواجدوا بالمناطق الهجومية بشكل دائم وكمان لما بتشوف جهاد الباعور عم بيسجل هدف واسمه متواجد من الأسماء فهذا الشي بدل بأن احنا استفدنا من الكرات السابتة نقطة ضعف منتخبنا بآخر فترة كانت الكرات السابتة تصور قدام المنتخب المالديبي وقدام منتخب غوام حصلنا على ركلات ركنية بشكل رهيب تعم تحكي عن خمسة عشر ركلة ركنية واثنعش ركلة ركنية بالمباراة الثانية من دون أي استفادة على العكس تماما كان المنتخب معم بيستغلوا وبطريقة مضحكة جدا بطريقة مضحكة وقدام منتخب إيران لما لعبنا قدام منتخب إيران بالمباراة الودية ركلة ركنية للمنتخب السوري الحارس مسك الكرة وبتتذكروها وتمريرها باليد لمهاجم منتخب إيران وسجل هدف على منتخبنا فبالتالي الكرات السابتة نحنا كنا عم بنعاني منها بآخر سنتين فبتمنى مع هدف جهاد البعور واضح جدا أنه ممكن يكون فيه عمل فيه شغل على هذا الموضوع الكرات السابتة ونحنا كمان نتمنى من الكابتن نيزار محروس يكون حريص على هذا الشي لأن منتخبنا إذا يلعب قدام إيران فأكيد رح يلعب بنوع من التقوقع الدفاعي ورح يحاول استغلال أي فرصة والفرص بتيجي غالبا من الركلات الركنية ومن الكرات السابتة فلازم نستغل هاي الفرصة لازم نتدرب بشكل جيد المنتخب اليوناني حقق بطولة اليورو بالكرات السابتة الأمر ما نومعيد أبدا لكن الشغل لازم يكون موجود لازم تكون حريص على التفاصيل بالكرات السابتة بموضوع تحول الكرة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية كيف تغير الاتجاه كلها الأمور مهمة جدا بكرة القدم إذا كان عندك نقص بنوع واحد من هالخيارات فأنت منتخب رح تكون أقل من بقية المنتخبات لأن أنت قدام منتخب إيران بتشوف منتخب إيران بيسدد من بعيد بتشوف منتخب إيران بيلعب على الكرات الطويلة بتشوف منتخب إيران بيستحوز ببعض الأحيان بتشوف منتخب إيران بيغير جهة الملعب بتشوف منتخب إيران بيلعب على العمق فكل شي موجود لدى أي منتخب حاليا إذا بتحكي عن أي منتخب عنده نوع من التقدم من التطور فأنت بتلاقي أنه كل شي متوفر ممكن بدرجة أقل بتلاقي هاي الميزة مانة موجودة وهاي الميزة مرتفعة لكن كل شي موجود نحن بالكرات السابتة للأسف بآخر فترة كنا أبدا ما أننا متواجدين خصوصا أنت عم تحكي أنا دايما بحكي لك عن مباراة المالديف وغوام ما بحكي لك عن الصين بحكي لك عن المالديف وغوام وما بحكي لك عن وديات لهالسبب هدف جهاد البعور وضح لنا بعض الأمور هدف مؤيد الخولي أكيد وضح لنا بعض الأمور وأكيد هدف زيد غرير واضح جدا أنه لاعب عم بيلعب بخط الهجوم فالشيء الجيد أو الشيء المهم أنه يسجل أهداف لاعب صغير بالعمر لاعب موهوب لاعب إذا اشتغل على حاله أكتر ممكن دائما أن ينلاقي متواجد بصفوف المنتخب لأن عنده الثقة بنفسه أنا بحب نوعية زيد غرير ممكن أحكي اسم آخر لكن ما رح أحكي كمان لاعب شاب لكن تنقصه الشيء اللي موجود عند زيد غرير الشيء الحاسة التهديفية وكمان التواجد الدائم بمنطقة الصندوق على كل حال بظن هاي النتيجة ممكن ما منقول بتريح الكابتن نيزار محروس لأن هو أكيد بيعرف يعني أنه موضوع المباراة الودية والانتقاء وهذا الشيء لا بشكل ضغط ولو تعرض المنتخب للخسارة ما كنا رح نحكي أي شيء حتى مع الفوز ما رح نهاجم المنتخب الأولمبي المباراة الانتقائية تحديد اللاعب المناسب للمنتخب من اللاعب المحليين ممكن اختيار من هالمجموعة ككل 8 إلى 9 لاعبين عدد كبير من دون الحارس يعني بنحكي 5-6 لاعبين 5-6 لاعبين يكونوا مهمين جدا مهمين جدا أنا هون يعني بحكي لك عن أنه المنتخب رح ينضر إذا ما تواجدوا من دون إبراهيم عالمي وطاها موسى لأننا ما عمنا حراس محترفين بشكل أو بآخر عدد اسم الياس هدايا اللي ممكن نحكي عنه بفيديوهات قادمة لكن بشكل عام أنا بشوف أنه إذا تم اختيار 6 إلى 7 لاعبين ممتازين جيدين من هاي المجموعة فالأمر يستحق المعسكر بصراحة وهذا كل شي حاب أحكي عن مباراة منتخبنا الأول قدام منتخبنا الأولمبي اللي ما شفناها لكن حكينا عن بعض الأمور التكتيكية قبل ما أنهي الفيديو محمود المواس شارك بالشوت الثاني في صور توضح هذا الشي للي بدو يسألني عن محمود المواس وبتمنى يعجبكم الفيديو تكونوا بصحة وخير وسلامة